مهير الكورة المصرية من إمبارح مبسوطين جداً وده بعد ما منتخب مصر الأولمبي اتأهل للأولمبياد للمرة 13 في تاريخه وده بعد الفوز على غينيا بهدف محمد شحاته في نصف نهائي بطولة كاس الأمم الأفريقية 20-23 والمقامة في المغرب ده حياة مننا يمكن إمبارح كان يوم كورة وبمتياز كان فيه انتصارات وكان فيه فوز كبير سواء كان للمنتخب الأولمبي أو أيضاً كمان لإمبي والزمالك اللي قدروا اللي هم يتأهلوا للدور النصف النهائي من بطولة كاس مصر بعد فوز كمان تحديداً الزمالك فيه مباراة كانت همى أمام المقولين العرب بنتيجة 6-1 خلونا نتكلم عن المباراة دي بالتفصيل من خلال ضفنا الدكتور عثمان إبراهيم النقد الرياضي اللي مشرفنا فيه للستوديو صباح الخير يا دكتور صباح خير لكم طبعاً وكل المشاهدين والفرحة الكبيرة الحمد لله الهدف الرئيس يتحقق بوصول المنتخب مصري للأولمبياد باريس عشرين أعتقد إنجاز كبير وإن شاء الله يعني تبقى خطوة أولى نحو التحقيق إن شاء الله بقى حاجة أفضل في الأولمبياد اللي كانت إن شاء الله حضرتك بالفعل بدأت تجاوبة على سؤالي الأول إزاي شايف تأهل منتخبنا الأولمبي لباريس وفوزوا على غينيا إزاي أو يعني بسرعة 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 نص النهاية عدة أهو وإحنا طالعين نلاعب المغرب في المغرب يعني مش قدامنا اللي جاي مش صحيح لا ما فيش مشكلة أنا رأي حتى قلت من قبل ذات البطولة إحنا هدفنا الرئيسي هو التأهل للإنبياد أكيد إحنا منتخب مصر وحمل اللقب بالمناسبة إحنا فوزنا للبطولة لتنظمت في مصر في شهر نوفمبر 2019 ده هو كان جيل رمضان صبحي وإسامة جلال وإحمد رمضان بيكهم اللي هو الجيل حالي بقى معظمهم في منتخب مصر الأول فوزنا باللقب 2019 للبطولة لنظمتها مصر اللي كانت بعد بطولة أفريقيا لكبار بكم شهر وطبعا كان عندنا مرضو نجاح منقاطع نظير في تنظيم بطولة لكن المتخب الأولمبي وقتها يمكن عوضنا شوية عن المتخب الأول ما كانش مستوى كويس 2019 لكن المتخب الأولمبي فاز بالبطولة لنظمت في مصر بعد أربع سنين المتخب الأولمبي يختلف تماما على المتخب الأول لأن الجيل كله تغير كان فيه معادة برنام عادل الجيل كله تغير لعبة كلها جديدة كلهم طبعا في سنهم 23 سنة خلال السنة الجاية لما موريد 2001 وأصغر فبالتالي الجيل كله مختلف فكان تحدي كبير أن أنت تعمل إنجاز تاني أو تكرره أنك توصل للفاينال تاني مرة تولد أعتقد حاجة مميزة جدا جدا وزي ما قلنا الأهم هو عملت الهدف بتاعك وهو التأهل رسميا إلى أولمبياد بريس عشرين أربعة عشرين وما تخشش في حزبة البرمة نحن عارفين إنقارة أفريقيا لها ثلاث مقاعد ونص يعني أول ثلاث مراكز بيساعدهم شكل مباشر هما الأول والتاني والتالت صاحب المركز الرابع بيصفف مع رابع آسيا لكن إنت كده خلاص قفلت باب الجدال ده كله وصلت الفاينال إنت كده ما أنت أول أو تاني وبالتالة أهلت الولمبياد بريس عشرين أربعة عشرين وهو ده الهدف الرئيسي هنلعب على البطولة آه هنلعب على البطولة كده نفسنا أنا حافظ على اللقب لكن البطولة المبارات تبقى صعبة جدا أمام المنتخب المغرب صاحب الأرض وجمهور متخب عميد تحديدا يعني متخب عميد تحديدا يعني مش متخب عميد تحديدا وأرض ووسط جمهور ولكن أعتقد الأداء اللي بيقدمه منتخب مصر في البطولة دي رغم أن ناس كده تتكلم أن احنا فنيا مش أجمد حاجة مش أجمد حاجة في البطولة لأ الناس حاسة أن الجيل اللي موجود دلوقتي أقل شوية مهاريا وفنيا من أجل قبل كده ولكن هنا هنتكلم حاجة تانية الكرة الواقعية والبرازيلي ورجيرو مكالي لو مدير الفني منتخب الأولمبي أعتقد لما يكون الناس بتقول أن فيه مشكلة كبيرة وكان في بعض كلام أن فيه مداربين محليين تهربوا من أنهم مش عايزين ننسيكوا منتخب الأولمبي خوفاً أنهم ما ينجحوش أو لو يوفقوا في هذه المهمة في ظل فقر المواهب الموجود في الوقت الحالي أو بشكل واضح بتحس أن ما فيش نفس المواهب الكتير الموجودة في فرق أنك الناس كلها تعرف إبراهيم عادل تحديداً بس وبعض العاب الأهلي والزمالك يعني اتخيل أن حدث المرمى حمز علاء الحدث ثقة مربعة في النادي الأهلي يعني دعيد جداً محمد صبحي في عام 2019 كنت بتشوفه موجود حتى لو طلع أعارب نزمالك بيلعب أساسي في الأندية الأخرى بطلع عليها أعارب فبالتالي أنت عندك تحس أن كان فيه مشكلة كبيرة أزمة ثقة في هذا الجيل ده علينا ولا معينا اللي حضرتك بتقوله ده ده مش فرصة أن احنا نبتدي ندعم مواهبنا الجيل الثاني والثالث ورابع أو الصف الثاني والثالث ورابع يحتك دولياً فيبقى عندنا الأول والثاني والثالث مستعد هو يعتبر كان علينا نحس أن احنا فيه مشكلة أن احنا ممكن لا نوفق في الوصول وكان يعمل أزمة كبيرة في الظل للناس اللي متابعة معظم المراحل السنية الأصغر ما عملوش أي حاجة يما مش بيوصلوا أفريقيا أصلاً يما بيخرجهم وبكرهم وموصلوش كاس العالم شافت مكاله عادة ثقة للعيبة دي مرة أعتقد شكل كبير عادة شاف العيبة بشكل كبير جداً جداً وطوعهم للخطة اللي هو بيمشي بيها وقدر يوصل بيها وينجح بيها مدام حق الهدف هو ناجح الهدف هو إيه؟ هو تأهل لوليمبياد باريس وهو تأهل لوليمبياد باريس مش بس كده منتخب مصر لم يتعرض لأي خسارة في البطولة منتخب مصر لم تتلقى شباكه أي هدف منتخب الوحيد في البطولة لما دخلتش ولا شباكه ولا هدف لحد دلوقتي في فرق المربع الدهب الأربع لوصلوا مربع الدهب مصر غينيا مالي المغرب منتخب الوحيد الحافظ على شباكه نصيفها في الأربع متشاط حمز علاء خد رجل المباراة حاس المرمى رجل المباراة قبل النهائي ده دليل هو ليه دور كبير في الوصول بالشباك نظيفة للمرة الرابعة التوالي أربع متشاط فضيلك فقط عقبة المنتخب المغربي حتى المغرب صاحبة الأرض لما لعبت مالي اتعادله اتنين اتنين ووصلت بركرات التربيح اللي هي مال اللي انت فزت عليها في دور المجموات وانت زعت منها صدرت المجموعة فاعتقد لا فيه مؤشرات كويسة جدا جدا المنتخب رغم انه ممكن يكون ما فيه مش كبيرة ولكن عملوا هدف الأساسي دونها تختلف اه تختلف ان الأولمبياد ان شاء الله مسموح لك تستحب ثلاث لعبين فوق السن انت عندك بقى تنوع كبير جدا جدا ميكالي هشوف النواقص عنده في ايه وبالتالي اقدر يختار حمزة علاء البارحة ده وكان احنا شوفش رجل المباراة خد رجل ما نفضمتش عمل شغل كبير جدا جدا وده برضو مهم جدا تبتكر الميكالة هيعتمد عليك في المباراة النهائية؟ اه بالنسبة كبيرة اعتقد التشكيل مش هتغير ميكالة مسابل تشكيل بالنسبة كبيرة من قول البطولة يعني هو عنده بعض العناصر رسابتة مفيش فيها تغيير منهم حمز علاء احمد دبيل في نص الملعب محمد شحات اللاعب طلع اللي سجل هدف مبارح مدفعين الزمالك تلاتة حتم سكر وحسن عمد المجيد هو احنا تشكيل شبه هتغيرش مع ميكالي هو عمل استراتيجية معينة وبيشتغل بيها وبيكسب بيها وعلى فكرة احنا كان الماتش الاولاني النجر لما ضايعنا خمس فرص في العرض وقام احنا بس كنا غير موافقين لكن بعد كده انت عملت بطولة جيدة جدا جدا وكملت بشكل قوي جدا لحد ما وصلت لي المباراة النهائية واعتقد منتخب مصر تأهل بجدارة الى اولمبياد باريس عشان حق انجاز الناس مش اخدا بالها منه ميكال ما حصلش من مئة سنة ان احنا نوصل اتنين اولمبياد واربعط هم 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 كن احنا بداية مصر مع الاولمبياد كانت تقالف سنة الف وتسعمائة وعشرين هم هم عملنا ساعتها ريكورد من عشرين لاربعة وستين وصلنا تسعة اولمبياد واربعط هم بس في اولمبياد فيهم اعتذرنا عن مشاركة فيه لواء ستة وخمسين طبعا بسبب الاعتراض مصر على العدوان الثلاثي اللي حصل وقتها فانسحبنا من اولمبياد لكن المنتخب الكورة كان وصل لدولة العابة الولمبياد فوصلت تسعة مرات واربعط من وقت القصة دي وصلنا بعد كده بقى في اربعة وثمانين اتنين وتسعين الفين واثنشر هتلاقي دمان ايه متقطعة يعني ممكن ان توصل مرة وتخفق مرة وعدها توصل تاني زي ما حصل اربعة وثمانين اتنين وتسعين بعد كده غيرنا لحد الفين واثنشر ولما رجلنا الفين واثناشر اللي هي في لندن ما وصلناش في الفين واثناشر اللي هي في ريو لجعنا تاني لتوكيو عشرين وعشرين اللي هي اقمت في عشرين وواحد وعشرين فبعد وصلنا لتوكيو عشرين وعشرين تأهلنا لولمبياد بقس عشرين وعشرين عشان بقى الاول مرة بعد مئة سنة نوصل لاتنين اولمبياد واربعط في كرة القدم بعد الف سمائة وعشرين وعشرين نرجع التاني في الفين وعشرين والفين واربعة وعشرين. اعتقد انجاز برضو ده كبير. ممكن لسه محدش تنتبه اول الحتة دي. لكن اعتقد انجاز كبير ان ده بيدل ان فيه تواصل للاجيال. اتمنى الفترة الجاية يبقى فيه اه اه تحضير احسن من كده. ممكن احنا عندنا زي ما قلنا من شوية فيه مشكلة شوية في السن الصغير معظمهم مش محق نتائج اه جيدة في الفترة الاخيرة. اتمنى حتى مع مشروع كابيتان ومصر اللي موجود دلوقتي. اتمنى مشروع مهم جدا جدا الفترة الجاية انك تبدأ تكتشف وتحط زبط كبيرة على المواهب تجمعها من بدري. سواء يروحوا الاندهية كبيرة او يطلع اولوبا برة. انا على الناس بيتمنى يحترفوا برة. يعني منتخب المخريب معظمهم محترفين. منتخب انبارح اللي بنلعبه منتخب برضو معظمهم محترفين. مالي معظمهم محترفين. حتى اللي مش محترفين فاندهية كبيرة جدا. ولكنهم محترفين في اوروبا. فبالتالي عندهم مش خاف الملعب. ينبارح مالي مع المغرب. فقلب المغرب مش هميمهم. يتأخروا بجن ويرجعوا بالنتيجة. دخلوا وقت اضافي. يتأخروا بهذا في التاني ورجعوا في النتيجة. الثقافة دي بتيجي منين? للثقة. خبرات وثقة واحتراف برة. اللعب بيكسر الهيبة بتاعة المنافس بتاعه حتى لو بلعبه في ارضه وفي وسط جمهوره. فدي ثقة احنا بحتاجينها الفترة الجاية. ونتمنى ان شاء الله نبني بقى على اللي جاي ده. ونتمنى اللي بادي جاي نعمل حاجة تاريخية ان شاء الله. زي قبل كده احنا حقنا الماكسة ربع مرتين. لأ ما يذكررش مضادة تاني ان شاء الله ونوصل مربع ده. طيب احنا يعني متصدر المجموعة دلوقتي ومعنا سبع نقاط. ومفروض ان شاء الله قبلتنا القادمة هتكون مع منتخب المغرب. متوقع مين اللي حيبقى كعبه اعلى في المباراة. او المباراة كنا بنعاني مع متخب المغرب. ده تاريخيا يعني. لحد من الفترة الاخيرة الحمد لله منتخب مصر اللي ماشي بشكل كواس جدا. المتخب الاول. ماشي بشكل كواس جدا على المغرب. يعني احنا فوزنا عليهم في الفين و سبعتاشر حسب ما انا فاكر. اه ايام كان هكتور كوبر تقريبا. احنا خدنا خدنا منهم افريقيا. اكسيمناهم في افريقيا اه جن هدف للكهربا. اللي محصلنا الفاينال بس ما وفقناش فيه المباراة النهائية. امام منتخب الكاميرون. اخر كاس قوم افريقيا اللي اخيرة كسبناهم اتنين واحد. مع كارلوس كيروش. كسبنا الوقت الاضافة لو تفتكروا بهدف محمود ريسجي. يعني برضو كسبناهم في الوقت الاصلي للمباراة. فاخر مطشين دينا مع المغرب. فوزنا على المغرب. صحيح. مع ان كان اخر فوز قبلهم سنة الف وتسعمائة ستة وتمانين. يعني كان حاجة بعيدة جدا. قعدنا فترة طولها بنعاني. لدرجة ان احنا كان فيه بطولات بنكسبها. ما بنكسبش المغرب. يعني ناخد بطولة افريقيا. زي ما حصل في تمانينة وتسعين في بوركينة فاسو. خسرنا من المغرب في دول مجموعات. بس كمنا احنا احنا اخدنا البطولة. مم. وبطولة نزلناها في مصر برضو تعدلنا معاهم. فالاخر احنا اخدنا البطولة. ما فوزناش عليهم. يعني عدت فترة طويلة لحد عالفينة وسبعتاشر تقريبا حد ما كسرت هذه العقدة. فوزت عليهم مرة في كاس ام افريقيا. ومرة تانية في كاس ام افريقيا الاخيرة. ودي على فكرة ليه علامة اكبر. لان انت فوزت على المنتخب المغربي اللي راح بعد كده كاس العالم. وخد رابع العالم. صحيح. انت فوزت على نفس الجيل بجيل منتخب مصر الحالي. فاعتقد احنا دينا جيل مميز كمنتخب اول. ان حافظ عليه. اه ممكن مش مهاراته كبيرة. ولكن بيعرف يلعب. ايه اللي هيحصل في المباراة. مين اللي برضه هيبقى سايق او مين اللي هيبك عباعد. مش عايز اخش بدغوط ان احنا لازم نفوز بالبطولة. احنا عملنا لهذا الفرقس بتاعي. بالعكس النفس اللعبة تلعب بهدوء جدا جدا. نشارج على كورة بقى. نا نشارج على كورة. نلعب لعبنا. ان شاء الله نكون موفقين. ان شاء المنتخب مصر انا شايف. ضغوط عليه اقل من المنتخب مغربي. ربما يكون ده في صلاحنا ان شاء الله. ونقدر نحسم اللقب للمرة التانية اعتقدها بانجاز عظيم جدا جدا.